مرحبا جمعة جديدة عن ترافق نحن وانتو لنواكب اخر التطورات على الساحة الفنية عربت نادين الراسي عن سعاطة بالاصداء الايجابية الخاصة بمشاركتها بمسلسل عرابة بيروت ووصفت رجعتها لدراما العربية بالحلوة واكدت نادين انتظار انتهاء عرض عرابة بيروت لتقرر شو حتكون الخطوة الجديدة يلي حتمشي فيها وكشفت الراسي عن عدم قبولها بأي عمل ينعرض عليها الا انها عم تحب تجسد الادوار يلي بتحمل رسالة انسانية وبتحتاج انها توصل صوتها للكل ووجهت الراسي رسالة لكل سيدة عاشها بمجتمع زكوري باللبنان تحديدا عم تتعرض للظلم من اي نوع كان انها تتابع شخصية مي لانها موجودة بكل بيت وبكل مجتمع بغض النظر ان اتعرضت للاغتصاب او الخيانة او حتى الغدر عم تقدي نادين دور مي يلي بتمتهن الغناء واجبرت الظروف على العمل بهذا المجال لتكسب لقمة عيشها مساركة عادة الامام ببطولة شنس الزناتي 2 بجانب ابنه هل هي حقيقة ام اشاعة رد المخرج المصري عمرو سلامي على التقارير الفنية يلي انتشرت بالساعات الاليلة الماضية حول مشاركة الفنان عادة الامام بفيلم شنس الزناتي 2 واكد سلامي بالتصريحات الفيزيونية انه الانباء المتداولة غير صحيحة على الاطلاق واشار الى انه فيلم شنس الزناتي يلي بلش تصويره ما له اي علاقة بالفيلم الاصلي يلي قدمه الزعيم من سنوات عم يقدي محمد امام بطولة الفيلم الجديد يلي سبق وشارك فيه ابوه بجزء الاول يلي انعرض عام 1991 بحضور سوسن بدر محمود الجندي احمد ماهر مصطفى متولي وهو من اخراج سمير سيف المأخوذ عن قصة العظماء السبعة مي سليم بكوميديا رومانسية مع احمد الفيشاوي ونسرين طافش عم تستعد الفنانة مي سليم للمشاركة بالفيلم الكوميديا رومانسي من قدر زروفك والبطولة النسائية مع النجمة نسرين طافش قدام الفنان احمد الفيشاوي وقالت مي بالتصريح لوسائل اعلام مصرية عن مشاركته بالفيلم انها سعيدة للغاية بالانضمام لهذا الفيلم يلي عم تجسد فيه شخصية بنت خفيفة الظل من الطبقة الوسطى تنجزب لأحمد الفيشاوي وبتساعده بسعيه بالفوز بقلب البنت يلي بحبها بدور احداث الفيلم بمنطقة شعبية بيلعب فيها الفيشاوي شخصية الشاب حسن يلي بيحلم بالارتباط ببنت جيران ولكنها بترفضه بسبب فقره وبيدخل بصراعات كوميدية مع جار هاي البنت ليكسب حبها وهذا بيكون اخر خبار بحلقة اليوم تشوفكم انا ان شاء الله ببداية اسبوع جديدة حامنا معها اهم اخر الاخبار على الساحة الفنية كالشي تريند تتضر السوشيال ميديا بال 24 ساعة الماضية ومن هون لوقتها ضلكم بألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة